وصلنا لآخر فقراتنا وقبل لأختم معكم الحلقة خلونا نشوف هذا الفيديو سوا ومن بعده أكيد رح نعلق عليه تبعين منخبض عموا في العمل If they don't want to do work put them in sports don't have them sit idle young men sitting idle you are guaranteed to have trouble it's not you might have trouble you will have trouble there is no other way of thinking about it there is no there is no second option it is absolutely guaranteed absolutely guaranteed young guys you want to save yourself get a job early دعني أخبرك ما يفعله يجب أن يجعله منك عندما تتعلم بأسكاً عندما تتعلم بأسكاً لأنك تتعلم بأسكاً لديك عملية لديك عملية كلنا نعرف أن الفراغ سم الحياة وقاتل الإبداع وأكيد مبيض الطموح لو نشوف واقع بعض الشباب اليوم نفهم أنهم على طول على مواقع الشبكات الكبوتية أو عبر شاشات التلفزيون لذلك من المهم التركيز على القضاء على الفراغ في حياة الشباب علشان يحسون بقيمة وقتهم ويستثمرون طاقتهم هذا بيكون استثمار المستقبل مشرق وحضارة قوية وعلى ذلك ينبغي أن نعمل على إيجاد المستقبل أو إيجاد مستقبل يهتم بجميع فئات الشباب والتطلع مش لاستثمار المبدع والموهوب فقط لازم يكون لكل شاب حتى تتنوع الطاقات ويقتل الفراغ دمتم بخير في أمان الله